مؤمن زكريا بيمدد عقده عام مع الاهلي هيبقى سنة زيادة هو كان عقده يخلص في صيف 2019 مدده لصيف 2020 عارفين مؤمن هيروح بعد ماتش السوبر بإذن الله لأعارة لنادي أهلي جدة السعودي أعارة ستة الشهور يرجع مع الموسم اللي جاي بإذن الله ومقابل الأعارة دي جدد عقده مع الاهلي موسم زيادة السوبر بيؤجل ملف التجديد لسباعي الأهلي فترة مهمة جدا فيها النادي الأهلي سواء لقاء القمة اللي عايز من خلاله يحسم ست نقاط مهمين جدا ثلاثة أكسابهم وتلاثة من منافسه التقليدي نفس القصة بعد كده عنده لقاء يوم 12 مهم جدا مع نادي المصري في بطولة السوبر اللي هتلعب إن شاء الله في دولة الأمارات الشقيق عشان كده في سبعة عقدهم وسبعة سبعة التقايل وسبعة عامدة رئيسية في النادي الأهلي عقدهما تخلص لكن لجنة الكرة ودارة الكرة في النادي الأهلي هتنعقد وتجتمع بيهم بعد لقاء الزمالك وبعد لقاء السوبر عشان يتم تجديد وبحث تجديد العقود مع السبعة العيبة دول بعد ما يكون النادي الأهلي عدى المرحلة الحسامة دي أو الفترة المهمة دي من اللقاء تساق مع الزمالك أو مع نادي المصري